السلام عليكم أهلا بكم في كورس صناعة فيديوهات الصبورة البيضة والنهاردة أول محاضرة من محاضرات المستوى المتقدم والاحترافي وهي تعتبر مهمة جدا ويمكن من أهم الحاجات في صناعة فيديوهات الويتبورد أنيميشن وهي تعتبر كورس مستقل بذاته أصلا لأن الأهم من صناعة الفيديو على برنامج فيديو سكرايب هو كتابة الإسكريبت الاحترافي لفيديو المحتوى أو فيديو دعائي يا ترى إيه الفرق؟ فيديو محتوى زي فيديوهات محتوى على اليوتيوب أو فيديو شرح لأي مادة علمية مثلا سواء للمدرس أو دكتور أو أيا كان وفيديو دعائي دعني إعلان تجاري طبعا كتابة الإسكريبت أو الكتابة عموما لها كورسات كتيرة جدا ولها مجال كبير ومجال واسع جدا ولكن أنا النهاردة هتكلم عن اللي يهمنا واللي بيساعدنا نشتغل مع برنامج فيديو سكرايب أو مع فيديوهات السبورة البيضة عند تلوقت أربع مجالات أول حاجة اسكريبت فيديوهات المحتوى الطويلة لعرض فكرة أو موضوع تاني حاجة اسكريبت الإعلانات التجارية وتالت حاجة الأماكن اللي ممكن نشتري منها الخدمات الكتابية الاحترافية لو إحنا مش قادرين أو مفيش الوقت إن إحنا نعمل ده ومحتاجين نصمم فيديو وخلاص أو أماكن بها خدمات كتابية احترافية لو إحنا بقينا محترفين جدا في الموضوع ده وعايزين نباحة أو نشتغل في المجال ده وبس طيب أولا كده إيه الفرق بين الفيديو المحتوى والإعلانات إنت شفت إعلان مثلا قدامك كذا مرة سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب بيبقى قدامك خمس ثواني لحد ما الإعلان ده يخلص وشفت فيديوهات محتوى على اليوتيوب برضو وعلى الفيسبوك أظن أنك إنت تقدر تعرف الفرق كمشاهد بين الاتنين ولكن ككاتب محتوى تفتكر إيه الفرق تعالوا نشوف كده مع بعض قدامي فيديو إعلاني وفيديو محتوى بالنسبة للإعلان بيكون قدامك خمس ثواني بس تشد فيهم جمهورك ولكن بالنسبة للفيديو المحتوى بيكون عنوان الفيديو والصورة المصغرة ومعرفة الناس بيك أو حبهم ليك هم العامل الأساسي لجذب الجمهور أما بالنسبة للإعلان بيكون الغرض منه إنك تعمل ما يطلبه المستمعون يعني بتخطط بكتابة الاسكريبت لحاجة شد الجمهور المستهدف لكن فيديو المحتوى المحتوى بتاعك بيكون هو الملك وليس ما يطلبه المستمعون يعني أنت اللي بتكتب أفكارك انت بتكتب بأسلوبك انت بتكتب بدماغك انت اللي بالطبع بيكون لها جمهور معين بيتفرج على شانك ومس صحة أبدا ساعتها إنك تعمل ما يطلبه المستمعون أما بالنسبة للإعلان بيكون أقصر ما يمكن طبعا بدون إخلال يعني بيكون قصير على قدر الإمكان ولكن يوصل لجمهورك المعلومة المرجوة لكن بالنسبة للفيديو المحتوى بيكون حسب نوع المحتوى وطبعا بيفضل إنها تكون أطول وبرضو على حسب نوع المحتوى وانت اللي تقدر ساعتها تحدد الطول المناسب للفيديو بتاعك بعد معرفنا الفرق تعالوا بقى نشوف إزاي نكتب اسكريبت دعائي أو اسكريبت إعلان تجاري في خمس أسئلة لازم تجاوب عليها قبل ما تكتب الاسكريبت الخاص بالإعلانات أول حاجة لازم تعرفها قبل ما تكتب الاسكريبت أصلا وقبل أي حاجة هو الهدف من الإعلان إحنا غالبا بنشتغل على فكرة إعلانات لمنتج معين أو خدمة معينة أو شركات صغيرة لسه مبتدئة طب فتكتب الهدف من الإعلان بتاعنا هو إيه هنسوأ للمنتج معين أو خدمة معينة بمقابل مادي تاني سؤال لازم تجاوب عليه مين هو الجمهور المستهدف يعني عايزين نقول مثال مثلا لنفرض أن المنتج اللي احنا هنسوأ له هو أبليكيشن بيساعد على إدارة الفنادق فهيكون الجمهور المستهدف هم مدير الفنادق أو الناس المسؤولة عن إدارة الفنادق طيب لنفرض أن الإعلان إعلان لدرسي مثلا أو مدرس معين بيد دروس هيبقى الجمهور المستهدف هيكون الطلبة اللي بتذاكر الدرس ده مثلا أو الطلبة اللي بتدرس الحاجة الفلانية أو طلبة سنوي أو طلبة جمعة أو طلبة كلية كذا تمام كده؟ يبقى ده فكرة الجمهور المستهدف ما ينفعش على فكرة أو أنت بتعمل الإعلان لازم تستهدف الناس دي ثالث سؤال لازم أدوب عليه إيه هي المخاوف أو الألم للجمهور المستهدف ده؟ يعني نفرض أول مثال بتاع الأبليكيشن اللي هيساعد على إدارة الفنادق فنقول مثلا أن المخاوف أو الألم اللي ممكن يصيب مدير الفنادق هو مثلا صعوبة مراقبة المصاريف الشهرية أو صعوبة مراقبة أداء العمال ومدير الأفرع والخسائر من الهدف استخدام موارد محددة ضعف الإقبال على الحجز في الفندق بسبب مشاكل محددة ففكرة أني بضغط على الألم لأن الألم هو اللي بيحرك الإنسان يدور على حلول فكرة السؤال الرابع واللي هنجاوب عليه هو إزاي بقى نتغلب على الألم ده أو المخاوف دي اللي بنقدم فيها بقى حلول المشاكل أو نوضح فيها مميزات المنتج أو الخدمة اللي احنا بنعمل عنها الإعلان يعني مثلا هنقول أني برضو الأبليكيشن ده هيلغي مصاريف كتير هيوفر لك على الألم لمثلا 20 ألف جنيه لو استخدمت مثلا هتضاعف الإنتاجية وهتضاعف الدخل هتلغي مثلا شغل كان بيتعامل من ناس كتير على الفاضي والشغل ده هيبدأ يتعامل ببلاش وهكذا وآخر سؤال لازم نجاوب عليه وده مهم جدا 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 زي أول سؤال وهو إيه الخطوة المطلوبة من المشاهد أنه ينفذها يعني مثلا يشترك على قناة يوتيوب يبادر مثلا بزيارة الموقع الفلاني يقوم بشراء هذا المنتج أولاين مثلا بالخطوات اللي هينفذها يقوم بالاتصال مثلا على الرقم الفلاني فالخطوة دي مهمة جدا جدا يا جماعة وللأسف في ناس كتير جدا مش بتهتم بيها دي أهم حاجة بالنسبة للشخص صاحب المنتج أو الخدمة اللي احنا بنعمل عنها إعلان الأول احنا قلنا بنجاوب على خمس أسئلة وجاوبنا على خمس أسئلة تلوقت هنكتب بقى الإعلان ده بطريقة من اتنين إما الطريقة الضغط على الألم أو المخاوف زي ما احنا قلنا عليه من شوية وإن الحاجة اللي بنقدمها دي هي الإنقاذ السحري ليهم أو إن احنا نقدم بطريقة القصة أو الحكاية وفي ناس كتير بتحبها وبتحب تستخدمها وبنشوفها كتير قوي على السوشيال ميديا وفي الطريقتين زي ما أنا قلت هنجاوب على الخمس أسئلة اللي احنا قلنا عليهم وبنحدد إذا كان عن طريق الضغط عن الألم أو القصة على حسب الهدف الإعلان والجمهور المستهدف بالنسبة لو استعملنا الطريقة الأولى بتاعة الضغط على المخاوف احنا في طريقة شوية تبدأ تضيف الإحصاءات والأرقام مثلا عن الخسائر أو المشاكل اللي بتحصل بسبب الحاجات دي يعني مثلا إنه لو قلنا على بتاع الفندق قلنا مثلا إنه في مثلا إحصائية بتقول إنه سبعين في المية من الفنادق بتخسر بسبب مثلا فشل الإدارة وتجيب طبعا إحصاءات غير كاذبة وغير مؤلفة بتجيبها وتبحث عنها من الانترنت وتجيب فعلا إحصاءات وأرقام حقيقية تمام والبداية برضو بصيغة سؤال بتبقى بتشد الجمهور يعني مثلا لو قلنا هل إنت لسه بتخسر فلوس يومين على مصاريف مهدرة في إدارة فندقك هل مثلا لسه بتحاول بتعيي الموظفين جدد في الاستقبال في الفندق وبتصرف مصاريف أكتر وفي نفس الوقت الانتاجية بتقل وتبدأ بقى تقول تلوقتي تقدر توقف الخسائر مع برنامج كذا مش هتضيع دولار واحد على الإهمال مش هتضطر بتعيي الموظفين من غير فايدة لأنك بتقدر تراقب جودة الإدارة وأهم حاجة وارجع أكرر تاني أهم حاجة أنك تقول الخطوة الفعلية اللي المفروض المشاهد بتاعك ينفزها في نهاية الإعلان يعني مثلا ادخلت الوقتي على موقع كذا جرب البرنامج شهر مجانا واتصل برقم كذا الحصول على تجربة شهر مجانا واتصل على الرقم الفلاني اعمل اشتراك في قناة يوتيوب الفلانية وهكذا أما لو احنا هنعملها بطريقة القصة فلازم نهتم بثلاث حاجات أول حاجة المقدمة وتاني حاجة الحبكة وتالت حاجة الحل تمام كده؟ ده كله كان عن كتابة الإسكريبت بتاع المحتوى الدعائي أو الإعلانات التجارية إزاي بقى هنكتب إسكريبت لمحتوى طويل؟ سواء قناة اليوتيوب الخاصة بك أنت أو أنت مدرس أو أنت بتشرح سواء حد يطلب منك أنك أنت تعمل ده فعلا سواء مثلا أنت فعلا فتح قناة يوتيوب بتتكلم فيها عن أي موضوع في الدنيا وعايز تعمله بطريقة الويت بورد تمام؟ فده بيعتمد على الثلاث نقاط مهمة عشان تكتب محتوى طويل أول حاجة إزاي تختار الموضوع ده ثاني حاجة إزاي تحسن كتاباتك باستمرار وثالث حاجة إزاي تلتزم بالكتاب هتعمل ده إزاي؟ عن طريق أربع خطوات أول حاجة الإبداع بالمشاهد يعني أنا مثلا أشوف محتوى القناة إيه وأبدأ أتفرج على محتوى قنوات كتيرة جدا بتشرح نفس المجال اللي أنا فيه وشرط أن يكون قنوات كتيرة جدا مش قناة واحدة علشان ما لاقيش نفسي في اللاوعي بتاعي إن أنا بقلد القناة دي بالضبط لا أنا أجيب قنوات مختلفة وأبدأ أتفرج عليها هتديني أفكار كتيرة جدا إن أنا أبدأ أتكلم عنها وكمان طرق مختلفة للتقديم تاني حاجة إن أنا أقرأ التعليقات بتاعة الناس على القناة هتديني أفكار لموضوعات معينة تالت حاجة التفكير في حل المشكلة أنت بنفسك قبلتها طبعا دا لو أنت بتعمل فيديو على قناتك أنت وربح حاجة علم محدد عندك وانت بتشرحه طبعا لو أنت مدرس هتبقى خلاص عارف أن أنت هتتكلم عن إيه وهتكتب المحتوى بتاعك إزاي طب إزاي بقى تحسن الكتابة بتاعتك حاول تتوسح في تعلم علم الكتابة يوميا برضو زي ما قلت بمشاهدة فيديوهات أو قراءة كتب وحاول تمارس أو تتمرن يوميا عن الكتابة وده طبعا بشكل مختصر جدا وفي نفس الوقت مستطرت جدا عن أغلب التفاصيل المهمة اللي ممكن تقابلنا في شغلنا وإحنا بنعمل فيديو على الويت بورد أنيميشن وبكده نبقى انتهينا من المحاضرة النهاردة شكرا ليكم سلام عليكم